انتقد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إصدار الرئيس قيس سعيد مرسوماً جديداً يتيح لأجهزة الأمن انتهاك الخصوصيات الرقمية للتونسيين ويفتح الباب أمام تقييد عمل وسائل الإعلام ويجرم الممارسات المتعلقة بحريات الرأي والتعبير والنشر المرصد وفي بيان صحفي له قال إن المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمات المعلومات والاتصال يمثل اعتداءاً خطيراً وغير مسبوق على الحريات في البلاد معي للحديث حول هذا الموضوع الناشط التونسي والباحث أستاذ علي بن عرفة أستاذ علي أهلاً بك المرصد الأورو متوسطي قال إن هذا البيان اعتداء خطير غير مسبوق على الحريات كيف يمكن أن يمثل مثل مرسوم رئاسي السلطات تعتبر بأنه يتعلق بجرائم في وسائل الإعلام أو حتى النشر الإلكتروني يمكن أن يمثل مثل هذا الانتهاك على الحريات نعم هو في الحقيقة يعني يمثل انتهاك للحريات الأساسية للمواطنين وحرية الصحافة والتعبير ومناقض للمواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير وكذلك حرية الإعلام والصحافة وهو مكسب أساسي بعد الثورة اكتسبته يعني إذا كانت تحدثنا على مكاسب الثورة في تونس فالمكسب الرئيسي الذي يمكن أن تتباهى به تونس هو مكسب الحريات وخاصة حرية الإعلام والصحافة هذا المرسوم يعني يمثل تهديدا حقيقيا للمواطنين والإعلاميين بحيث كل من يتجرأ على التعبير عن رأيه ويعني الكشف عن بعض الأخطاء في الممارسة السياسية للسلطة أو لأي مسؤول أو محاربة الفساد والإعلامي عنه بتدوينه عبر الفيسبوك أو بالإعلام في الصحافة فإنه يتعرض إلى عقوبات جسيمة يعني تبلغ إلى خمس سنوات سجن ويعني خمسين ألف دينار يعني كغرامة مالية وفي القانون يعني الأسس التي يقوم عليها القانون في العالم هو أن تكون هناك تناسب ما بين العقاب والجريمة هنا نلاحظ أنه لا تناسب ما بين الجريمة التي ممكن أن تمارس بحيث من خلال تدوين أو من خلال الخبر يفضي إلى خمس سنوات من السجن وخمسين ألف هذا بالنسبة للمواطن العادي ولكن إذا تعلق الأمر بمسؤول من مسؤولية الدولة فإنه تضاعف هذه العقوبة إلى عشر سنوات سجنا ومئة ألف دينار وفي الحقيقة أن الهدف الرئيسي من هذا هو إرهاب الناس وإرهاب الإعلاميين وإغلاق باب الحريات بحيث ليس هناك حرية للتعبير عن الرأي رئيس أو نائب رئيس منظمة كرامة لحقوق الإنسان سيدة فاطمة كمون معي من تونس أهلا بك سيدة فاطمة القسم الثاني من الباب الثاني أو القسم الأول من الباب الثاني من هذا المرسوم يلزم مزودي خدمات الاتصال بحفظ بيانات المستخدمين الشخصية لعامين على الأقل هذه البيانات تشمل حركة الاتصال مواقعهم الجغرافية أسماءهم كل ذلك ما خطورة مثل هذه البيانات إذا تم الاحتفاظ بها وأعطاها للجهاز الأمنية في تونس السلام عليكم في الحقيقة أننا نحن كنا نعاني قبل 2011 من ما كنا نسميه في تونس أعمار 404 يعني لا توجد هناك معطيات شخصية لأي إنسان ولكن بين الثورة كان تم التنسيس دستوريا على الدستور الذي نعتبره هو المكسب الحقيقي للتونسة أنه نص على الحفاظ على المعطيات الشخصية لكل فرد إلا أن القناعة 54 الذي تفاجأنا به والذي يريد عودة تكميم الأفواه والتخويف أولا ويعني هو كان صادما ويعني يريد كل شيء أن يكون مفتوح لمن يملك السلطة وليس يعني لكل الذي ربما نريد أن بعض المعطيات الشخصية لمن سيهرب أموال أو أنه سيقوم بتفيض أموال أو غيره لا ذاك لا نتحدث عنه ولكن من يعارض هو الذي يجب أن يكون ملفه يعني ملف كل مفتوح بتاقع عدد الثلاثة أو بتاقع عدد الثنين للجهات يعني ألا ألا يجعل ذلك تونس الآن تتحول إلى دولة بوليسية تقوم برصد تحركات الناس وتخزين كل بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية نعم تماما هذا هو بالضبط يعني وهذه الخطوة سبقتها خطوة أخرى تؤكده هذا المسار أولها هو ما حصل من محاكمات عسكرية لمدنيين ثم بعد ذلك تلاها السجن المدونين سجن صحفين على آرائهم ومواقفهم المعارضين يعني هذا القانون الذي سبق وتقدم به النائب مبروك كرشيد يعني ضغط المجتمع المدني لا يبتهد كثيرا هذا المرسوم على المبادرة التي قدمها مبروك كرشيد في الحقيقة أن هذه السياسة الغاية منها هو مواجه للمعارضين قبل الانتخابات يعني الذين يريدون أن يترشحوا باسم القاعدة الشعبية أو باسم المناصرين أو مهما كانت التسمية التي يرونها هم سيحمونهم حتى لا يقع فتحهم يعني حتى كلمة ولم تكن هو سوى بقع عدلية وكل ذلك الذي ورد هو فقط لرش الرمادي على العيون ابقي معي أستاذ فاطمة هذه نقطة مهمة أستاذ علي المرسوم من حيث الشكل يقول أنه في بعض الحالات التي تقتضي الضرورة اعتراض اتصالات ذوي الشبهة وتسجيلها ونسخة واطلاع على المحتوى يعني الشخص ممكن يقول نعم إذا كان هناك مثلا مهربي مخدرات مثلا أو التجار بالبشر أو جرائم خطيرة جدا تمس بأمن الدولة فيمكن التدخل لكن هل هو هذا الحال يعني المؤسسات حقوقية تخاف بأنه ربما التهم الفضفاضة من هذه التهم مثلا نشر بيانات أو إشاعة كاذبة يمكن أن تستخدم للتنصة على الناس واعتراض حتى مكالماتهم الشخصية هذا هو الهدف الرئيسي من المرسوم لأنه ليس هناك في تونس فراغ قانوني يوجب مثل هذا الدستور وإنما هناك مجلة الجنائية الأحكام الجنائية موجود فيها الفصل الخامس يتعلق بهذه الإخلالات والمخالفات وبالتالي ما يريد أن يضيفه قيس سعيد في هذا الجانب هو يعني ملاحقة المعارضين السياسيين وتتبع مكالماتهم والتدخل يعني وانتهاك خصوصياتهم في الدول المحترمة مثل هذا السلوك يعني يسقط حكومات حتى في الدول الدكتاتورية إنما هذا السلوك يتم يعني سريا ولا يمكن أن يعلن وحتى عندما يكتشف فإن السلطات الدكتاتورية عادة تتبرأ منه ولكن بالنسبة لنظام برقيس سعيد الجديد الذي يبشر به الإنسانية هو في الحقيقة يقنن مثل هذه التجاوزات وهذه الانتهاكات التي تطال خصوصيات الأفراد وتطال يعني تكميم حرية الإعلام وحرية الصحافة وحرية التعبير وملاحقة المعارضين السياسيين هل يمكن أن يتراجع عنه دعوات حقوقية من منظمات كثيرة منها المرصد الأورو متوسطي لتراجع عن مثل هذا المرسوم نحن نتحدث عن رئيس من نوع جديد قيس سعيد لا يتراجع قيس سعيد يعني جوبها برفض شديد للاستشارة الإلكترونية ومضى فيها جوبها برفض شديد للاستفتاء ومضى فيه جوبها برفض شديد للقانون الانتخابي ومضى فيه نحن أمام رئيس لا يتراجع وقالها صراحة أنه لا عودة للوراء والمقصود هنا أنه لا يعود إلى القوانين السابقة ما قبل 25 جمهورية ولكنه عاد إلى ما قبل 2011 عاد إلى ما قبل الثورة في الاستبداد وفي تكميم الأفواه وللأسف الشديد نحن أمام رئيس لا يستمع إلى أحد هو أعدى الدستور بمفرده وأعدى القانون الانتخابي بمفرده وهذا المرسوم إنما أعده بمفرده وبالتالي هو ليس له مستشاري ولا يستمع إلى أحد ولا إلى منظمات المجتمع المدني ولا يعترف أصلا بالوسائط التي هي أحزاب ومنظمات اجتماعية ومدنية وبالتالي نحن للأسف الشديد تونس تغرق في الاستبداد وتغرق في الدبتاتورية والله يستمع ما خطورة ذلك على المعارضين السياسيين هل ما نراه الآن من تحقيق والبعض يقول أن هذه التهم هي تهم كيدية يطلقها فقط المعارضون السياسيين هل مثل هذا النمط ربما يزداد قمعا أو نشهد أشكال أكثر انتهاكا سيصبح الانتهاكات التي تتم اليوم ستصبح قانونية وفقا للقانون هذه هي المشكلة ما يقوم به قيس سعيد عندما جاء بعد 25 جويلة يعني بعد الانقلاب أعلن بأنه يحارب الفساد ولكننا لم نرى أي مؤشرات إلى محاربة الفساد وإنما هو يلاحق رئيس البرلمان ويلاحق رئيس الحكومة السابق ويلاحق السياسيين ويلاحق النشطاء الفساد ليس هنا إذا كان يريد ملاحقة الفساد والفاسدين بأسمائهم معروفين في تونس وبالتالي للأسف الشديد قيس سعيد يريد أن ينكل بالأحزاب وينكل بشخصيات والرموج ومن الفضيحة للأسف الشديد أنه بالأمس يعني رئيس البرلمان يجلس 15 ساعة ينتظر التحقيق يعني هذا لا يليق بالدولة ولا يليق بمؤسسات الدولة ولا يليق برجال الدولة أنها تهين وتذل رجالاتها الذين خدموا الدولة بضلا على أنه ما زال إلى اليوم يمثل الشرعية ويمثل رئيسا للبرلمان وأيضا السيد علي العريض رئيس حكومة سابق ورئيس وزير داخلية ومع ذلك يعني يمارس عليهم القليل من الكثير من الإهانة والإذلال وهذا يعني لا يليق بدولة ولا يليق بممارسة السلطة ولكن للأسف الشديد يعني بعد الانقلاب كل شيء يمضي يعني بطريقة فيها عناصر الانقلاب يعني تعبر على روح الانقلاب وعقلية الانقلاب شكرا جزيلا لك نشفة الباحث التونسي علي بن عرف شكرا